اكدت سعدة سيدة سارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعم جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعالية النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2024 بمركز دبي التجاري العالمي أشرت بوحجي إلى اتفاقيات التعاون السياحي الموقع ما بين مملكة البحرين وعدد من أشقائها بدول الخليج العربي منوهة بأن المملكة تبذل كل جهد من أجل تفعيل هذه الاتفاقات وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم المصالح المشتركة لفتة إلى ضرورة إطلاق المزيد من المبادرات السياحية الخليجية ومشيرة إلى أن مملكة البحرين تحتفي هذا العام باختيار الملامة عاصمة للسياحة الخليجية كما استعرضت التقدم الذي تحرزه مملكة البحرين على صعيد تنمية القطاع السياحي بما يبرهن على جاذبية المملكة للاستثمار السياحي أعربت عن تجيع مملكة البحرين لجميع الشركات العاملة في قطاع السياحة وضيافة بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالابتكار وتتبنى أحدث التوجهات العالمية في مجال صناعة السياحة بما فيها التحول الرقمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر